اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال كيف تشب تهجبتك في محل تصليح أجهزة الكونسل وهل تنصح الشباب يصوي مشروعهم الخاص في هذا المجال أخوكم السعدي عراسيا المساعد أخوكم اللبنان هلأ بحال ليك إذا بدك تشتغل شي مثلا بهالمصلحة أو بمصلحة التليفونات أو بشو ما كان الشغل إذا الشغلة اللي عم تشتغلها ما بتحبها ما بنصحك تشتغلها دايما أي أشي بدك تشتغله بها الحياة بك تشتغل شي اللي انت بتحبه لأنه بس كو عم تشتغل بالشي اللي انت بتحبه بتعطل يعني الأقصى اللي ما فيك عرفت كيف؟ إذا عم تشتغلها بشغلة ما بتحبها أو عم بكرم المصاري حتى لو كو ما كان المبلغ بصير تعملها من قفا إيدك لأنه شغلة ببش رغمينها انت عرفت كيف؟ هيك بتصير السلام عليكم مهر هل تشوف أنه في فرق جبار بين PS4 Pro و PS5 بالجودة 4K والدقة؟ الصراحة أنا ما جربتهم يعني كلمة هيك ما فيني أقوصف لك بس أكيد سيكون في فرق كبير لأنه في فرق كبير بين معالج تبع PS4 Pro و PS5 قادم قادم السلام عليكم متى تخلي قناتك gaming أو فيديو لعبة وفيديو تصليح يعني بين فيديو وفيديو أحبك من العراق استمر عراسية قادم أخوك من لبنان أحبك من لبنان هو الصراحة في مشروع براسي حاليا لأنه عم بعمل مثل ستوديو صغير للجايمينج بس كل مرة بقول هيك وكل مرة ما بعمل هو الصراحة في محتار أنا إذا بحال بعمل شي خاص للجايمينج ولا بعمل بأخذ محلة إلي بعملوا للتصوير يعني وبنفس الصراحة يعني الموضوع الجايمينج أنا بنظري أحسن لإلي وللقنات لمستقبليا لأنه بالنهاية هل سأنا هاي PS4 هلأ قدامي ولنقول فيها 19 شغلي و 20 شغلي بصلحهم صلحتم مثلا لها العشة شو بعد سيبه كل مرة بدي أرجع صور نفس هالشغلي يعني HDMI انتزعي بعدين ترجع لعندي بتجي لعندي PS4 مثلا رايحة HDMI شو كمان صور برجع بصور HDMI حتى تقولي العالم ملانة خصونا شايفين تغيير HDMI 20 مرة خلاص بس بالجايمينج إجمالا بيضل عندك تطور بضل عندك تلعب ألعاب لو حتى بتلعب باتر ريال شوالا كانت PUBG موبايل أو شوما كان كل مرة بتلعب نفس الباتر ريال على فكرة وكل مرة نفس الميت لاعب مثلا بيختلفوا اللاعبين بس أنه نفس المبدأ بس دايما بيصير لدي قصص جديدة كلمال هيك العالم بتفوت تحضر جيمينج عرفت كيف؟ أما بالتصليح يعني حقيقة شيء توصل لما تحضر نفس الحلقة بتعيد نفس التكرار ومش كل العالم عم تحضر فيديو تصليح كلمال هي هدفة التعلم ولا كل العالم هتصبح مصلحين بلاي ستيشن بس أكتريت اللي بيحضروا جيمينج بكونوا هم بيحضروا جيمينج يعني 90% أو 95% من العالم اللي بتحضر جيمينج بتكون هي بتلعب عرفت كيف؟ لو ما عنده جهاز ألعاب بس حلقة تلعب تلعب أما الناس اللي عم تحضر هلأ تصليحة بايستيشن عم ديحضروا كاتسلية ليخضروا فكرة بس مرح يجيو تصلحه وعرف كيف؟ فتوصل لما طرح مطل العالم تحضرك لماذا أداء البياس 4 بيتراجع مع الوقت بالرغم من الحفاظ عليه وعلى حرارته؟ مش أداء البياس 4 أداء المعالج تبع البياس 4 بشكل عام حتى مثل البيسي بس تشتري البيسي أول ما تجيبه جديد يكون الجرافيكس كارت المعالج طبعه جديد بقويته عالية بعدين على استعماله على الاستعمال يبدأ يتعب هذا المعالج يبدأ تخف طاقته عن قبل أو تخف مفعوله عن قبل يبدأ تخفه قليلا يبدأ تخفه قليلا دائما بالبيسي بعد 6-7 سنوات تجيبه ميت تشتري غيره لأنه خلص تعب والجهاز الكونسول أيضا محمد عبدالوهاب السلام عليكم مهر هل في بي اس فور مش أصلي يعني التقليد وكيف نميز بينه أكيد لأ ما في بي اس فور منه أصلي البي اس فور اللي ما بتكون أصلي بتبقى معمولي على شكل نينتندو أو معمولية لعبة نينتندو ممنوع يعملوا بي اس فور تقليد أو يصحبوا النظام ويزطوا ببي اس فور تاني لأنه بتيجيهون سوني دغري وبتفوت عليهم بقاو بمحاكم ومبالغ مالية عائلة وأنه هيدا البراند أو هيدا هل تبقى الشي للشركة متابع للشركة الملكية خاصة الى الشركة مافيرك انت تتصغق فيها من راسك أذكر لنا الاشياء اللي ما حبيتها ولي حبيتها في اس بوكس سيريس اكس او اس علا لنا عبت الاس اللي حبيتوا أكتر شي انه الريخير وعلى وليكويك ريزيوم بشكل عام اللي ما حبيته انه اليو اي او فينا نقول نظام طبعا نفس نظام الايكس بوكس وان كانت عابلية حسنة في شوية ولكن هو حتى نظام حلوي وليد محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي مهر هل معجون الحرارة كل كم شهر يتم التبديل هلا مثل اميكس فور اذا كان اصلي ومرتب ست سبع سنين مهم تدلل الكونسول من جوا نظيفة مطرح ما بتبرد نظيفة جوفان ماجد السلام عليكم اخوكم من مصر هل تتوقع انتهاء حرب الشركات العلنية بين سوني و ماغرسوفت ولا انتهت لو كن لصالحنا صراحة انا مكتب تابع اخبار الجيمز مايكروسوفت و بي اس و سوني ام اكس فلوغس شكرا لك العلمتني كيف اصليح ايد البايستيشن و اندخلت عالم تصليح البايستيشن اخذ من فلسطين حبيبي ام اكس فلوغس وعلى الروح بي وسعه بادر ديفيد البي اس فور عندي عندما ادخل على فورتنات تعمل صوت عالي كتير بس عندما ادخل لعبة عادة مثل فيفا عشرين لا تعمل صوت عالي شو الحل شكرا على هذا المحتوى المفيد لانه بس لعبة عامة مثل فيفا عشرين ما فيها جرافيكس عالي ولا فيها يعني فريمات وهالقصص ولا فيها ضغط على المعالج فحرارة المعالج مبتطلع عالية فاكرمال هيك المروحة عنا مبتطر انه تطبره بسرعة قوية لحتى تلحق تبرد المبرد اللي عم يبرد المعالج او اللي عم ياخد الحرارة من المعالج لما تلعب فورتنايت فيها جرافيك عالي وفيها فريمات عالي وهذا العديث فاكرمال فاكرمال هي ضغط على المعالج بتعله الحرارة ويصبح الحرارة يسحب الحرارة بسرعة وحرارة عالية فاكرم المروحة تضطر انه تبرم بسرعة لتلحق تبرد هذا المبرد يعني اللي عم يبرد المعالج فلما تلعب لعبة مثل فيفا جرافيك طبعه أخف ما بيضطر المعالج انه يعطي ضغط ويعطي حرارة كلمال هيك المروحة كيلر سانس جايمينج يا ماهر ليش انت ولا مرة تصليح اكس بوك سيريس والبورد الخاص بالسيريس اكس هو الصغير ولا كبير تحياتي من العراق تحياتي من لبنان ارى كيلر انا ما بصلح اكس بوك سيريس لانه مرة مرة اجعل عندي حدا قالي عندي هال اكس بوك سيريس بدي يصلح دايستيشن فاير صارت مصلح مئة مرة وصارت كذا حدا جاي لعندي فا اكس بوكس بمسح للي بس انا بعرف الاكس بوكس كيف من تجي من جوا والاكس بوكس سيريس اكس لا يأتي بورد واحد يأتي بوردين موصلين ببعض ليس بورد واحد بوردين موصلين بطريقة عن طريق فلات يأتي بوصل ببعض هل سؤال سمعت انه سيديات في اس 2 تشتغل على الفي اس ري انا احب فيديوهاتك استمر احبك من لبنان الفي اس ري ليس كلهم فيه اول موديل نزل منه بيجي فيه باكورد كمبيتابلتي ففيهم شو سيديات عليا وهم يكونوا اصليات اول جهاز كونسول لعبت عليه بحياتك واش افضل لعبة عندك اول جهاز لعبة كونسول بصراحة ما بتذكر بس اكيدي اكيدي نينتندو لانه اهاي يمكن بتذكرها بس انه نينتندو قده من البلاي سيش وانا اجمالا لعب على كل الكنسولات بس تذكر كتلعب على نينتندو بس هل هي اول كونسول شو افضل اللي عبي عندك فيه عندي كتير قصصة هل صارت معك اخطاء متدقين كثيرة ببدايتك كتير كتير مش شوية اي شغلة بالحقيقة دكتورش تتعلمه مصلحة ايا مصلحة ايا شغلة ايا ايا شي بك تتعلمه بمستحيل ما تخطو مستحيل ما تعمل مشكلة وتخربه اكتر اذا ما خربت الشغلة يعني انت فيه شي غلط يعني فيه شي غلط انت فيه شي مش مصبوط عم تعمله اذا ما عملت غلط ما بتتعلم لازم تعمل غلط لتعلم من غلطك لحتى تتفايده بهالشي تصليح بيسيات مثل لوحات الام وكروت الشاشي لا هلأ انت بتطلب معجول حراري من امازون ولا من علي اكسبرس من علي اكسبرس صراحة امازون ما بيطلب على لبنان واذا طائزة فيه بيكون غالي شيبينج ليش ماكملت دراستك وركزت على التصليح اكتر شي هلأ صراحة انا ماكمل دراستي لانه طردوني زعبوني من المدرسة فكنت ولد كمين كنت صغير كان عمري خمسة عشر سني اقل تلات عشر تلات عشر سني نصيحتك اللي حاب يدخل هاي المجال وكم ابدأ من الصفر بس عندي خبرة هلأ اذا بدك تبدأ المجال بدك تنتبه اول شي انه ما بدك تفشخ على كبير ما بدك تفوت ضغري وانه انه تعرف تصليح وتشي تفك سوني وتشي تفك اكس بوكس مش هاك بدك بلش بالقصص البسيطة يعني اذا نقول باور سبلاي هارد ديسك شوي شوي وبرس بدك تبلش تشتغل على المودر بورد ما تجرب تشتغل على المودر بورد لزبون يعني ما تجيب مكان تزبون وتجي تصلح له اياه اشتري مكانة خربانة لإلك صلحها جرب تعلم عليها صلحة صلحة خربت اكتر انت بتتحمل مسؤوليتها هاي دي مكانتك وحتخسر بدك اجباري تخسر بدك اجباري تدفع تدفع من جيبتك على حالك على شغلك وعلى هيدا كرميل تتعلم انت بتتعلم نفسك بعدين بصد تحس حالك انه انت قادر تفوت بهالشغلة وقدر قد المسؤولية بتفوت فيها وبصد تصليح للعالم بشان لا بعدين ما تخرب للعالم يعني يمكن تجيك بلاي سيشن انت عم بتصلحها تخرى بزيادة اوكي مثلا اخر حل عندك انه تغيره الموتربورد ماشي 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 بيجيك لزبون بيقلك طب انا بدي البيانات طبع الموجودة على البلاي سيشن بدي الحسابي هتقل له انت انه ما فيني رجعلك حسابك انه بدك شباري بس تحط له بوردش دي بك تعمله فورمات حل لك يا خي انا من الاساس جايبة عم صلحة على انه بدي اكاونت يكون موجود انا ما معي الباسورد ما معي الايميل هون شو بتتسوي انت هون بتكون علاقة انت وياع طول الحكيم ليش ما بتلعب جيمينج قلت باول سؤال قلت شو عم خطت براسي وصراحة ما عارف اذا بحال بعمل غرفة جيمينج ولا بنقل من المحل هلا انا حاطت صراحة مشروع او حاطت فكرة براسي انه بلا ما اطلع من المحل هالعجق الكل اللي شايفينه وراي هاي التلفزيونات وهالديفيدييات كنت عم فكر اخد صراحة مستودع يعني مثل محل تاني قريب على محلي هيدا با بده كهرباء ولا بده طابلات اللي بده مستودع يكون محل كبير شوي هالعجق كله بشيلة اللي باين ما عم يستعملها وحتى فوق الطابل الاول فضيها وبنقلها على المستودع بيصير باس واحد بده وشكل بيروح خمسة دايع على المستودع بيجيب البقدوية هيك ساعتا بيكون المحل صار فيه مساحة اكتر وهيك بيكون صار عندي مجال اكتر انه انا اشتغل على هالطاولة ووسعها وهيك بيكون حتى زبون بس يفوت لعنا انه ما بيطر انه عم يلعب باركور هو فات عشان ما يخبط له بشي شاشة بك صدر وهيك انا بكون يعني مع صراحة ما بيعادت عن بي لانه ما انا هون يعني تعود علي العالم وصورت حتى على زباني يعرفوني هون اعرفتو كيف فاذا بحال نقلت بصير بدي اقعد لدل العالم كيف يوصلوا على محلي وحسسي هتفوت طوشي يعني نقلت المحل صعب حتى بنفس الوقت التكاليف هتصير يعني بي انا هون يمكن بشيل مع بي نص بنص أو اكتر امرار هو بيدفع وهيك بتصير فضل شيل عنه بالاجرات اذا رحت ع محل تاني بصير هو بدي ياخد هيدا الاجار لحال وانا بسي بدي اخد اجار لحال وفي اجار بيت وفي اجار كهرباء وفي اجار توصيلي فتبولي تحت بالتعليق اي افضل هل يطر اقض محل حالي ولا فكرة انه اشتغل انا وبي وفضل المستوضع وضل معه انا هون بضل ساعده اعرف كيف اذا بحال بديوا شي بدوا لنقول يلحيم انا مثلا بشتغل على الكوة الحرارة وهيك باي ما بيعرف اذا بحال بدي يشيل ايسي بيقالي انا بشلوية اكتبوا لي تحت اعطوني رأيكم هل يطر اي انه هيدا الشي افضل وهيك منه بضل معبئي ومنه بقدر اعمل غرفة جيميك اما اذا بدي اخد لها محل حالي مراحل الصراحة عامل غرفة جيميك لانه ما عندي الامكانين المادية بس ياخد محل حالك بدي يضل عندك مصارع جنبك يعني السند بين تصبيطات وبين ديكور وبين الحديث هاك نكون صراحة هايت الفيديو الصراحة جوابت عاد ما فيني من الاسئلة بس ما بدي يجاوب اكتر يعني كرمال ما يطول فيديو يعني ويضلو نص ساعة اصلا مش اكتر ان شاء الله كل انا عاركي كل فترة اسبوع واسبوعين بعملكم هاك فيديو صغير بجاوب عاسلكم لانه بعرف كتير ناس بتحكيني كتير ناس بعتلي رسائل بس والله ما بقدر رد قد ما في رسائل ونفس الوقت يعني مجمالا في ناس كتير بتحكيني بدو يصلح ببالي شو هيك مبعوض رد يعني فبحاول ادمر فيني انو بعمل وقت خاص لجاوب ع اسئلتكن ومنو بالاسئلة الشخصية كام معكم اهلا من قناة ميرفكس بكرا عندي فيديو خاص وحلو هتعجبون ان شاء الله بكرا اولي بعده بينزل هيعجبكن هاد الفيديو ويعني انا الصراحة مشوى اني فرجيكني كام معكم اهلا من قناة ميرفكس شوفكم فيديو جديد وما تلسوا تعطونا لايك وباي